بعد تعافي الداخل من عامين من الجائحة سونطراك تسارع خطواتها لأعادة بعض استثماراتها الدولية ففي ظرف أقل من أسبوع واحد أعلنت مجموعة الطاقة الجزائرية العملاقة عن خطوتين استراتيجيتين في اتجاه تعزيز تدويل أنشطتها في الجوار الإفريقي يتقدمها توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الطرف الليبي إذاناً بعودتها الرسمية إلى البلاد بعد عشر سنوات من الغياب هدفنا الأول هو تحذير وكذلك بناء الخطوات الأولى لرجوع سونطراك إلى ليبيا لاستمرار في عمليتها الاستكشفية ساعات بعد ذلك يكشف أكبر الكيانات الاقتصادية في إفريقيا عن إبرام عقد تقاسم الإنتاج لحوض كفرة مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة للنيجر بالعاصمة نيامي اتفاق يتضمن تحيين وتجديد العقد المبرم في 2015 بهدف ضمان تقييم أفضل الاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى الحوض الواقع شمال البلاد تبعاً للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب تحرك سريع مدعوم بظرف دولي مواتي بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية منذ سبع سنوات تنافق مع تكذيف المباحثات على أعلى مستوى على محور الجزيرة بوجا صوب تجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر لصحراء والذي من شأنه إيصال الغاز من نيجيريا نحو قلب أوروبا عبر الجزائر هو مشروع سوف يطور بعض المشاريع الأخرى كمشاريع الطرقات التي تربط بين الجزائر وأبوجا ومروراً بالنجير وكذلك مشروع تطوير الألياف الصوئية فيه اتصالات وفيه عمل مستمر وان شاء الله ربما نكون نعنو عن نتائج في المؤشر القليل القادمة تشارك الشركة الفرعية صناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط سبيكس في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الأفريقية على غرار تونس ليبيا مالي والنيجر وفي أمريكا اللاتينية في حوذ بالبيرو حيث تمتلك الشركة عقوداً ومساهمات في مشاريع النفط والغاز